السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزائي الطلاب والطالبات في ختام الفصل الثالث إن شاء الله نأخذ الآن التقويم الختام نحاول نحل مع بعض الأسئلة الموجودة في الكتاب المدرسي نبدأ على بركة الله معاً بالاطلاع على السؤال الأول قالك أي النوع المتغير الأشوائي هل هو متصل أو منفصل في كل من العبارات التالية؟ A. قالك عدد الأطفال في الأسرة هل عدد الأطفال يجي فيها كسور وفواصل؟ لا عدد الأطفال مثلاً أما ثلاثة أطفال أو أربعة أطفال أو سبعة أطفال فبالتالي ما يجي فيه فواصل فبالتالي نقول هنا أن المتغير يعتبر منفصل B. معدل هطول الأمطار معدل هطول الأمطار يتحمل المعدل قيمة فيها فواصل فبالتالي يعتبر متغير أشوائي متصل نسبة الزيوت الطيارة في البخور أيضاً هذه تتحمل أعداد فيها فواصل فبالتالي يعتبر متغير متصل متوسط عدد ساعات الجرد السنوي في المخازن أيضا الساعات قد يكون مثلا ثلاث ساعات وربع ساعتين ونص مثلا ساعة وثلث فبالتالي فيها فواصل وبالتالي ممكن يكون البيان هنا يعتبر بيان أيضا متصل أو متغير متصل عدد السكان في جمهورية الشيك طبعا كونه عدد ما فيه مجال الفواصل يعني ما قدر أقول أنا عندي مليونين وميتين واثنى عشر وربع يعني يا ثنى عشر يا ثلاثة عشر فبالتالي هذا يعتبر منفصل عموما أي شيء قابل للعد أي شيء قابل للعد يعتبر منفصل وأي شيء يعني ممكن أنه يتحمل الفواصل يعتبر متصل معدل النمو السكاني كونه معدل فهو فيه فواصل فبالتالي يعتبر متصل عدد الأهداف التي سجلها أحد اللاعبين طبعا عدد الأهداف هو متغير منفصل يعني ما عندي هدفين ونص شوال نص هذا بالعارضة يعني مثلا ما فيه أوزان الطلاب في مدرسة طبعا أوزان الطلاب في مدارس مدينة صبيا طبعا تعتبر أيضا متغير متصل يدري تفلقون بالكتابة بين متصل ومنفصل إن شاء الله واضح سرعة المركبات والسيارات التي تعبر طريق الملك عبد الله رحمه الله طبعا سرعة المركبات تعتبر أيضا بيان متصل معنا يعني شوفوا بالسيارات ما يطلع لنا مثلا يطلع لك يعني ثمانين واحد ثمانين دائما العدات لكن هو فعليا يعني السيارة هي تجبر الكسر لكن هو فعليا السرعة فيها فواصل يعني كمبدأ السرعة فيها فواصل أطوال الطلاب الملتحقين بكلية ملك فهد العلوم الأمنية فهذه تعتبر متصل تعتبر متصل أيضا طيب نشوف السؤال الثاني قالك أعكم الجدول بما يناسب من العبارات الآتية التدخين طبعا يريد تحديد اللي هو المتغير المستقل والمتغير التابع المتغير المستقل هو اللي ما يتأثر اللي يكون هو الأساس وهو المتسبب والمتغير التابع هو اللي يتأثر وهو اللي يكون النتيجة إذن أنا عندي المتغير المستقل نقول هو دائما نبحث عن السبب والمتغير التابع نبحث عن إيش نبحث عن النتيجة يعني بهذه الصورة يلا نشوف مع بعض الآن كيف نعرف المتغير المستقل والتابع في كل فقرة من هذه الفقرات التدخين سبب رئيس للإصابة بأمراض القلب والشرائين فهل الإصابة بأمراض القلب والشرائين هي تسبب التدخين ولا التدخين هو اللي يسببها التدخين إذن المتغير المستقل هو التدخين والمتغير التابع اللي هو أمراض القلب والشرائين آفان الله وإياكم من كل مرض وكل سوء نحذر حقيقة بناءنا الطلاب وابناتنا الطالبات من آفة التدخين اللي قد يعني الواحد يشوف بعض زملاء يعني قام بهذا العمل لكن التدخين يعني هو في النهاية مضر في الصحة يعني وبالتالي كل إنسان يكون حريص على صحة حقيقة ويبتعل عن مثل هذه الممارسات اللي قد تضر على المدى البعيد يعني قد يقول قائل أنه والله فلان يدخن ولا جه شيء وفلان والله يعني ما شفنا أنه والله تأثر لكن نقول أن التدخين هو من الأشياء اللي راح تؤثر على المدى البعيد أنت لا تضل نفسك خلال سبوع ولا سبوعين ولا ثلاثة التدخين حيكون سلوك مستمر وهذا السلوك راح يؤثر على المدى البعيد على صحتك فنتمنى من الجميع حقيقة أن يتعذ ويعتبر بهذا الأمر نشوف الفقرة بي انخفاض الانبعاث الكربوني مرهون بخفض أدخنة المصانع طبعاً أين السبب؟ السبب هل هو انخفاض الانبعاث الكربوني ولا هذا نتيجة؟ هذه نتيجة إذن السبب هنا هي إيش؟ هي وجود أدخلة المصانع أدخنة المصانع والمتغير التابع هو الانبعاث الكربوني الانبعاث الكربوني سواء انخفاض والارتفاع هذا كله يعتبر نتيجة لكن المتغير التابع هو الانبعاث الكربوني بطء سلاسل الامداد أحد أسباب ارتفاع الأسعار فبالتالي وين السبب وين النتيجة؟ طبعاً هنا بطء سلاسل الامداد هي تعتبر السبب بطء سلاسل الإمداد والبتغير التابع هو ارتفاع الأسعار وش المقصود ببطء سلاسل الإمداد سلاسل الإمداد اللي هو خدمة الشحن خدمات الشحن لما نطلب بضاعة والله تقعد لي 3-4 شهور هذا بيسبب أكيد تقلص في البضاعة في السوق وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فبالتالي نلاحظ أن بطء سلاسل الإمداد طبعا سيقوم به هو المتسبب أو هو المتغير المستقل ويتبعه طبعا ارتفاع الأسعار دي أحد أسباب استعمال البوليميرات في صنع أواني المطبخ هو تمتعها بخاصية العزل الحراري فأنا أبحث عن شيء يتمتع بالعزل الحراري عشان أستخدمها في صنع أواني المطبخ فبالتالي سيكون المتغير المستقل هو خاصية العزل الحراري وهنا طبعا متغير التابع سيكون استعمال البوليميرات أو غيرها سيكون نتيجة لذلك في صنع الأواني بهذه الصورة طيب نشوف السؤال اللي بعده قالك اكتب نوع الارتباط المناسب هل هو ارتباط عكسي ولا ارتباط طردي ولا لا يوجد ارتباط لكل شكل انتشار مما يأتي لاحظ هنا البيانات يعني في الغالب أنها صاعدة لأعلى فيعتبر هذا ارتباط طردي موجب وهنا البيانات منتشرة بشكل عشوائي فبالتالي هنا نقول لا يوجد ارتباط أما البيانات هنا والله كأنها لا يوجد ارتباط بس كأنها ممكن تطلع منها شيء نازل بهذا الشكل فبالتالي يعتبر ارتباط عكسي ولكن ممكن يصير ضعيف يعني عرفتوا يعني كأن هنا في ارتباط عكسي ولكن طالما أنها متبعثرة بشكل كبير فبالتالي يعتبر ارتباط عكسي ضعيف يعني بهذا الشكل طيب قالك في الفقرة بي هل يمكن تربع بقوة العلاقة من شكل الانتشار نعم كلما كانت النقاط بهذا الشكل حيكون تام إذا كانت متفرقة شوي من وسار يعتبر قوي إذا ابتعدت أكثر يصير متوسط إذا مرة ابتعدت بس إنها صاعدة يصير ضعيف فمثل هذه كأنها عكسي ضعيف يعني بهذا الشكل وهنا أنت ما تقرأت تطلع منها لا صعود ولا نزول يعني كأنها جاية كذا فبالتالي تعتبر لا يوجد ارتباط طيب نختار من الإجابة الصحيحة قالك يمثل معامل ارتباط قيمة صفر فاصلة ثمانية نحن قلنا حسب يعني التقسيم أن صفر فاصلة ثمانية أو أكثر من سبعين في المية يعتبر ارتباط خطي طردي قوي ليش طردي؟ لأنه موجب وليش قوي؟ لأنه صفر فاصلة ثمانين فبالتالي يعتبر ارتباط خطي طردي قوي بهذا الشكل القيمة التي تمثل ارتباطاً عكسياً متوسطاً العكسي قلنا لازم يصير سالب فبالتالي الإجابات الموجبة مستبعدة والمتوسط يكون قلنا ما بين خمسين إلى تسعة وستين فبالتالي لاحظ أنه عندي أنا طبعاً نقول بالسالب لأنه زي ما قلنا البيانات هنا الارتباط عكسي فبالتالي يكون بالسالب فبالتالي حيكون سالب صفر فاصلة ستة هي الجواب الصحيح الارتباط الذي تعبر عنه قيمة معامل الارتباط من نصف إلى سبعين في المية طبعاً لاحظنا موجب فبالتالي هو طردي ولأن من خمسين إلى سبعين في المية فهو يعتبر متوسط إذن هو طردي متوسط ارتباط طردي متوسط والجواب الصحيح هو ألف نشوف السؤال رقم خمسة قال كريد باحث تحديد ما إذا كان هناك علاقة حطية بين دخل الأسرة ومقدار الادخار Y بألاف الريالات حيث توضح البيانات الآتية المتغيرين X و Y لسبع أسر طبعاً حدد المتغير المستقل والمتغير التابع طبعاً المتغير المستقل هو دخل الأسر فالادخار هو ناتج عن دخل الأسرة فهذا هو المستقل والتابع هو الادخار فقر بي قالك أرسم شكل الانتشار حنستخدم برنامج الأكسل في رسم الانتشار بعد قليل وكذلك أحسب معامل الارتباط هل يوجد ارتباط بين دخل الأمتغيرين؟ أيضاً حنستخدم برنامج الأكسل في حساب معامل الارتباط وبعد ذلك نجيب على الفقرة دي خلونا ننتقل معكم الآن لبرنامج الأكسل أنا عديت الجدول صراحة في البرنامج لكن بقي علينا أن نحن نشوف كيف نقوم برسم الانتشار وكيف نقوم بحساب معامل الارتباط يلا نشوف مع بعض الآن هذا الجدول اللي فيه عناصر الأكس اللي هو دخل الأسرة وهذا اللي هو الادخار بهذا الشكل أول شيء لو حبيت ترسم رسمة الانتشار فبالتالي تحدد العمودين الموجودين لديك وتروح إلى إدراج وبعد ذلك تختار من الأشكال الموجودة طبعا هناك رسمات أو أشكال كثيرة ممكن أن تحصل عليها أو من خلال هذا الرسم تروح للمخططات وبالتالي ستحصل على الرسم الخاص بالانتشار يعني بهذه الصورة لاحظ الرسم جاء بهذا الشكل بعض الطلاب يصير الكمبيوتر يطلع له الأرقام هذه معكوسة يعني يكون الرسم من اليسار إلى اليمين فبالتالي أنت تحدد الأرقام التي تحت وتضغط الزر اليمين وتروح لتنسيق المحور وتغير فكرة هذه القيامة العكسية فبالتالي يحولك من اليمين إلى اليسار من هذه الخانة لو طلع لك بالعكس فنحن دائما من فضل الأرقام تكون من اليسار إلى اليمين بهذا الشكل فبعض الأجهزة يكون فيها يعني يطلع لك الصفر على اليمين والبيانات جاء بهذا الشكل طبعا شوف شكل الانتشار جاء بهذه الصورة لهذه البيانات أيضا من الأشياء التي يمكن أن أطلعها ممكن أن أطلع عنها معادلة أو خطة للحيدار من خلال هذه الأيقونة طبعا هذا يتحدد فيها الشكل هنا زائد يعني ممكن تضع عند الأناوين اللي تبغاها للإكس والواي تضع الإكس مثلا عنوان المحور والواي عنوان المحور كذلك فيه هنا عندك خط الاتجاه هذا خط الاتجاه هو اللي يعتبر خط الانحدار اللي احنا نريد الوصول إليه من خلال البيانات الموجودة ممكن الإكس المباشرة أن يطلع لنا إياه بهذا الشكل طيب كيف نحسب معامل الانحدار قلنا معامل الانحدار نحسب أن نضغط كلمة يساوي وندخل دالة الانحدار اللي هي قلنا هي عبارة عن C-O-R-R اللي هي كوريل هذه اللي هي الانتشار ثم نحدد عناصر الإكس ثم نضغط الفاصلة المنقوطة بعض الاصدارات القديمة من إكسل تضغط فاصلة عادية اللي طبعا هو هنا يعلمك يعني إذا قالك ري واحد يعني أحدد المنطقة الأولى ثم يقولك والله فاصلة منقوطة شوفوا كتبها لي هنا بعدين أحدد المنطقة الثانية كذا هو ماشي معك في المعادلة بشكل صحيح ثم بعدين يقولك قفل القوس فالإكسل يعطيك تلميح دائما في أي دالة تضغط يساوي لاحظ أن أعطاك هنا معامل الارتباط بأنه يعني خلنا نكبر كذا 0.60% تقريبا 0.60% تقريبا بهذه الصورة إذن أوجدنا إحنا شكل الانتشار وأوجدنا معامل الارتباط قالك ملعوة مؤثرة على ادخار الأسرة طبعا قلنا طالما أن مثلا معامل الارتباط هو 60% فهو ارتباط طردي متوسط فبالتالي ممكن نقول أنه بشكل متوسط بشكل متوسط كلما ارتفع دخل الأسرة كلما ارتفع الادخار فهذه الانستنتجة طبعا ليس بشكل قوي وليس بشكل تام وإنما بشكل متوسط لأنه في ناس يرتفع دخلهم ولكن يعني يفلونها زي يقولونها ويصرف الدراهم كلها وما يجي نص الشهر إلا هو رايح راتب فبالتالي ما يتدخر فهو ليس بشكل دائم مثل بعض الحالات اللي عندنا يعني لاحظ بعض الحالات موجودة يعني هذا مثلا دخله 72 ولكن الدخارة 7 على العكس من هذا دخله 65 أقل منه والدخارة 8 أعلى منه بهذا الشكل وهذا دخله 59 والدخارة 10 فبالتالي الناس تختلف في سلوكها من خلال الصرف المبالغ النقدية نشوف أيضا الفقرة أو السؤال السادس قال لك صل العبارات في A بما يناسبها من رموز في B طيح قال لك قيمة Y المتوقع عند قيمة X المقابل لها وميل المعادلة تخطى الانحدار البسيط مقطع المحور Y النقطة التي يمر بها خط الانحدار دائما والمتوسط الحسابي للمتغير Y طبعا يعني خلونا نقول نحط رقام مثلا وقلنا هذه رقم 1 هذه رقم 2 وهذه رقم 3 وهذه رقم 4 وهذه رقم 5 فبالتالي يعني خلنا نبدأ بلا أسهل مو لازم نحن نبدأ فيها بالترتيب فلو قلنا نبغى المتوسط الحسابي لل Y فواضح أنه هو ال Y بار إذن هذا الجواب هنا هيكون 5 قيمة Y المتوقعة قلنا نرمز لها بY وفوقها 8 فهذه هي اللي بتكون رقم 1 معادلة خط الانحدار أو ميل المعادلة طبعا الميل هو لنرمز لها دائما بالرمز M المقطع Y هو إبارة عن إيش إبارة عن مقطع المحور Y هو البي الثلاثة وكذلك اللقطة التي يمر بها زي ما قلنا هي متوسط الأكس ومتوسط الواي وبالتالي سيكون الجواب هو 4 إذن هذا هو ترتيب الرموز في هذا السؤال سبعة أعطي أمثلة في مسارك التخصص على علاقات ارتباطية بين متغيرات طبعا هنا ممكن يعني نحط خيارات كثيرة من المسار التخصص مثل مسار إدارة الأعمال فممكن نحن نشوف مثلا على سبيل المثال مثلا كل ما زاد الانتاج تزيد التكلفة أو ارتباط بين التكلفة والانتاج يعني بعض المهارات في التسويق كلما يعني مثلا دفعت الشركة أكثر على التسويق كلما زادت المبيعات مثلا فبالتالي يكون في ارتباط بين متغيرات ممكن نحط خيارات كثيرة السؤال الثامن يقول العبارة يكشف معامل ارتباط بيرسون عن قوة واتجاه العلاقة بين رتب متغيرين هل هي صحيحة دائما أم صحيحة أحيانا أم غير صحيحة أبدا وبرر إجابتك طبعا لاحظ أنه قالك قوة واتجاه العلاقة بين رتب متغيرين بين رتب متغيرين هل بيرسون يكشف عن العلاقة بين رتب المتغيرين نحن نعرف أن بيرسون متخصص في البيانات الكمية بيرسون يكون لي البيانات الكمية لكن طالما أنه يتكلم عن رتب فإحنا قلنا عندنا معامل ثاني اللي هو معامل سبيرمان هو مخصص للبيانات النوعية وبالتالي البيانات النوعية طبعا الترتيبية فبالتالي هذه العبارة تعتبر خاطئة وارتباط بيرسون تقول ارتباط سيبرمان هو العبارة الصحيحة السيبرمان هو الذي يكشف عن قوة واتجاه العلاقة بين رتب متغيرين لأنه طالما أنك تتكلم عن رتب فأنت تتكلم عن بيانات نوعية وما تتكلم عن كميات عددية فبالتالي بيرسون هو يخدمني في الكميات أو البيانات الكمية نشوف آخر سؤال معنا في درس اليوم قال لك اكتب معادلة الانحدار الخط البسيط من المجموعة A تحت الرسم البياني المناسبة لها طبعا لاحظ المعادلة A الميل فيها سالب الميل فيها سالب قلنا إذا كان الميل سالب إذا كان الميل سالب فأنا إذا رحت وحدة واحدة باتجاه اليمين رح ألقى أني رح أنزل وحدة واحدة إلى الأسفل لأنه سالب واحد فبالتالي لاحظ المستقيم الأول لو أنت رحت يمين نزل له صعد لا والله نزل إذن هذا هي يعتبر الفقرة A أو المعادلة A وهذا لاحظ أنه لو رحت يمين صعد إلى الأعلى وبالتالي هذا يعتبر هي المعادلة بي لأنه هنا الميل الموجب إذن اللي حدد لي هو الميل كذلك ممكن يحدد لك المقطع واي المقطع واي في كل واحدة منهم تحدد لي يعني هنا لاحظا لو مشيت حاصل إلى الثلاثة وثمانين مقطع واي وهذه لو مشيت يعني بصورة كاملة ممكن أصل إلى الخمسين يعني بهذا الشكل وبذلك نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي وصلنا معكم نهاية المطاف في أسئلات التقويم أتمنى أن يكونوا فقط في شرحها لكم نلقاكم على خير إن شاء الله في الدرس القادم اللي راح ناخد تطبيقات من مسار إدارة الأعمال نلقاكم على خير بإذنه تعالى وفي أمان الله